السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشفاكم شباب ان شاء الله تكونوا بألف خير موضوعنا او شرحنا رح يكون على رابنهود ورح ندخل شرح رابنهود اب عن طريق الجوال وان شاء الله رح نشرح كل ما يخص هذا الاب حتى يكون سهل للاخو المبتدئين باستخدامه نتوكل على الله وندخل على الاب اخوان اول ما نفتح الاب رح تطلق عندنا هذه الشاشة الرئيسية مثل ما شوفوها امامكم ماتك اللي قد محول الفلوس وقد قد ادك ارباح يعني مو بس محول الفلوس هاي الفلوس والارباح ماتك هنا تكون بالتفاصيل الدقيقة مثل اسم ماتك نازلة صاعدة ارباحك اليوم مثل الاخر ساعة مثل عندك مثل ما تشوفون هنا ارباح الاخر ساعة 132 دولار ويطينا التفاصيل اهنان اخوان هذي اذا تريد فريستاك مثل اذا تريد تحب تشارك الرابط ماتك تضغط عليها ترسلها صديقك او واحد من العائلة وترسل له هذا اللينك حتى يسجل عن طريقك او تسوي لانفايت مثل هنا اذا تباط عليها ويقلك مثل ندخل على التليفون ماتك مثل يتقل ليس او نو ثانكس فما رح يدخل او تضغط هنا على شير لينك ويطيك شير لينك تسوي كابي وترسل اي شخص يحب يحب يسجل عن طريقك انت تحصل سهم مجاني وهو حصل سهم مجاني هذا بالنسبة بالنسبة للفريستاك اخوان هذي الشاشة الرئيسية رح تضطينا اللايب اللي هي حاليا الاسهم ماتك والماركت اللي انت مشتريها بالماركت يضطيك تفاصيل عنها صعود او نزول مثل ما شوفونها رح يضطينا قبل يوم ويضطينا قبل اسبوع ويضطينا شهر ويضطينا ثلاثة شهر ويضطينا سنة ويضطينا من دخلنا الماركت هذا بالنسبة للفريستاك اخوان اذا نيجي هنا ننزل بعد جوه قبل لا ندخل بهذه التفاصيل ننزل هنا رح يضطينا هنا الباين باور مالتنا ايش قد عندنا موجيدة فلوس مثل الباين باور مو شرطة تكون فلوسك اذا انت حسابك مارجن اكاونت اكثر من الفين دولار خلي نقول الفين وخمسمية ثلاثة الاف راح تشوف رابنهود وفلوسك موجودات سوية بس على متعرف اش قد فلوسك واش قد فلوس رابنهود بس تضغط على كلمة باين باور راح يضطينا التفاصيل البروكاج اكاونت متك مثل ما شوفونها سانة مثل عدي الف ومية وتلاثة وتسعين والمارجن المعنى المارجن اللي هو هذا فلوس رابنهود رابنهود هاهنا منطيني ألف وتسعمية وتسعة واربعينicon 60uns إذا استخدمهم بس البروكاج اكااش اخوان معناها هذه فلوسك انت فلوسك الشخصية وهه فلوس رابنهود اش قد 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 فلوسه ويضاعفها لها السبب يطلع قد عندنا المجموعة 3142 هذه معناها اخوان اللي هي الكاش قلنا لبروكاج كاش هذه فلوسك انت الخاصة والمارجن هذا فلوس رابنهود إذا تحب تستخدمها هذه من تروح تشتري راح تعرف بالتفاصيل كلها دائما أضغط على الباينباور راح تعرف شكل عندك كاش إذا ما تستخدم هاي الفلوس أو تيت تلغيها إن شاء الله راح ندخل كل التفاصيل إن شاء الله هنا إذا ضغطنا ديبازت فاوند إذا تيت ترسل فلوس من حسابك الرابنهود مثل تيت ترسل هنا يقل لك شون عجبك ترسل مثل يقل لك جست وانس مرة واحدة باليوم بس اليوم أو تريدها مثل كل أسبوع أو تريدها مرتين بالشهر أو تريدها كل شهر أو تريدها مثل كل ثلاثة شهر ترسل هذا بالنسبة للفلوس مثل إذا ضغطنا وانتايم وانقل لسكجول مرة واحدة نريد نحول راح يطينا اختيارات يتحول ألف تيتحول 2500 أو 5000 أو أنت تكتب اللي عجبك مثل تقول لك نحول 100 دولار راح يرسل لك ياه المية طويلة للبنوك تقدر تضغط على السيرج وتكتب اسم البنك اللي انت وياه وتضيفه العملية جدا سهلة اخوان هاي بالنسبة لإضافة البنوك نرجع هذي قلنا بالنسبة للباين باور إذا نزلنا بأسفل الشاشة هاي المشتريات ماتك اخوان تبين وهنا نتبين عندك الاستاكات اللي انت مشتريها مثل ما شوفون هاي الاستاكات اللي مشتريها اليوم تسوق أغلبه نازل ومن ينزل اخوان يعني لا تضج ولا تهتم جدا طبيعي تيجي ايام يصعد السوق تيجي ايام ينزل هنا الكريبتو اللي هي العملة شن العملة اللي مشتريها هنانا تطيك التفاصيل هنا تفاصيل العملة هذي قوائم اخوان تقدرون انتوا سووها مثل ما شوفونها نكاتب عليها متابعة قوية مثل مهم هذي انتوا القائمة سوونها بالعربي وجدا العملية سهلة هاي بالنسبة للشاشة الرئيسية اول ما تفتحها انا القائمة طويلة ما احب دوخكم بيها وحتى ما ياخد من وقتنا شون نسوي شون نضيف مثل اللي هذا اللي شوفتوه متابعة قوية او حبيت سهم تضيفها بقائمتك الرئيسية العملية جدا سهلة اخوان تروح على السيرتش مثل او عجبك اي سهم خليني نقول مثل عجبنا مثل نتابع شركة ابل نروح على ابل نكتب ابل تطلع عندنا ابل تقول حبيت تتابعها وتسوي لها قائمة خاصة للمتابعة تضغط على هذا الزائد نضغط على الزائد مرة واحدة ونقل لها سوي لنا قائمة جديدة مثل ما شوفونا انا مسوي تلف قوائم هنا اقل لها سوي لنا قائمة جديدة رح يسألني شو تحب تسمي القائمة مثل نسميها سميها مثل للمتابعة تو لان هي اولا دي عدنا موجودة مثل اسويها المتابعة اثنيا اذا ارجع للقائمة الرئيسية مالتنا رح يشوفها عندنا مهم ومتابعة اثنيا رح اصير عندنا هذه المتابعة هذه المتابعة اثنيا مثل ما شفتوا ابل احنا انا موجودة حبيت تحذفها كل ما هناك تضغط على هذه النقاط التلاثة وتقل لها مثل اذا تسوي ادت تقدر تغير الاسم او مثل تقل لها اريد احذفها من اللوحة الرئيسية تضغط حذف تسوي حذف ان شاء الله ما بيها كل صعوبة مثل ما شفت اخوان القائمة الرئيسية هنا انا قلنا تقدر تسوي تقدر تسوي تسويها انت بدل مثل ما دخلت تسوي السيرت تقدر تضغط على هذه ونفس الشي تقدر تسوي حتى لو ما بيها اسهم تقول اسويها للمستقبل اذا حبيت اضيف اسماء شركات بها نرجع هنانا فكل ما ننزل جو اخوان هنانا يطيننا 100 سهم مثل اليوم يطيننا هاي الاسهم اللي اليوم عليها دعم قوي وعليها شغل قوي مثل ما تدخل هنانا راح تبين تشون المشتري ما مشتري نفس الوقت اللي مشتري من عدم او ما مشتري من عدم فهذه افضل 100 سهم اللي مرغوبات الميت سهم لهذا اليوم فهنانا دائما وعدنا هنانا نقدر نضغط عليها باي سمبل اذا تريدها او باي البرايس او اذا ضغطنا على السمبل معناها راح يطلع عندنا اسم الشركة السمبل هذي صحولة السمبل اخوان واذا ضغطنا هنانا لبرايس ونقل لدان راح يطلع لنا على سعار تشوفوه هنانا حسب يهي اعلى شركة بالسعر مثل ما شوفونا هنا امازون و جوجل جغالين كل شغالين او نضغط هنانا عالتشينج اذا عالتشينج معناها بالبرسنتج هاي بالنسبة اخوان للمئة سهم بابلر اللي موجودين اليوم مثل اذا تريد تحب مثل تدخل على الهيالفكير على الصحة هنانا هنانا الشركات المحلات مع محلات مثل والمارت مع والمارت هنا قضايا السيارات شنو تابع لسيارات وهنا الانرجي وهذا الريل ستيت وهي الميديا وهذه بس اللي البابلر اللي موجودة لليوم فقلنا هاي بالنسبة للقائمة الرئيسية اللي تفتح النيومية بالشاشة اما بالنسبة للأبشن الثاني اخوان اللي هو مارجن اذا حبيت تقدم على على الفيزا مالتهم او حبيت ما تقدم يعني انت ما مجبور هذا بالنسبة قلنا لهذه الايقونة هذا هنا اخوان مكان البحث اذا تسوي بحث تقدر تلغط هنانا تسوي بحث على سهم او تلغط على هذا المربع وتسوي بحث نفس الشي يعني ما رح يفرق عندك ويطيننا هنانا الاخبار من ندخل على البحث اخبار الماركت والتفاصيل الماركت شنو صاير ما صاير بالماركت هذا بالنسبة للبحث هذي قسم الرسائل شنو اشتريت مثل اليوم شنو بعت شنو ما بعت دائما انتبهوا للرسائل اخوان دائما شوفوا الهنانا اللي تسوونه دائما تجيكم برسالة دائما هذي هذا بالنسبة للرسائل هذا ينطينا هنانا تفاصيل الحساب معلتنا مثل ما شوفون نحاس صورتي هنا تقدر تحط صورتك بالآب تضغط على المربع وتقل مثل ابلود ايميج او رموف ايميج هذي جدا سهل اخوان هذا القلم تقدر تضبط الالوان اللون اللي عجبك رح تغير عندك الشاشة الرئيسية الالوان اللي تعجبك مثل الثم انا مختارة الاحمر عن متبين الاسهم مثل وهذا شوفون هذ الحمار اذا غيرنا هليني تغير مثل الهذا اللون قل لسيف تغير عندنا هذي الالوان فجدا حلوة وتقدرون تسووها يعني ما بها صعوبة هنا نفس مكان القلم تقدر تغير النكنية ماتك اذا اللي عجبك تغير مثل ويخمه مختاري لك الوان انا والله ما مغير اترك مثل ما هو يعني تقدر تغير التاب راحتك هذا بالنسبة للقلم هنا قلنا اللي يغير لك الثم الواجهة الرئيسية بها هاي الاستاكات اللي انت مشتريها مثل ما شوفون نسبة الاستاكات المشتري ها 97% بالنسبة للعملة جد مشتري عملة مثل ما شوفون هنا 20% اللي هي بالعملة بال عندي بس واحد بالمية من الابشنز ما مشتري من عدهم واي شي ما عندي بهم فهذا يطيك تفاصيل اخوان على الملف ما تك اللي انت مشتري وشنو مسوي هنا اخوان يطينا انواع الشركات اللي احنا مستثمرين بها مثل ما شوفون هنا مثل عندي بالمينفاكتشر عندي 79% عندي بالانرجي 9% عندي بالتاك ميديا عندي 8% فهنا يطيك تفاصيل فدائما اخوان حاولوا تنوعون من تشترون السهم مثل تدخل بالفايننس وبالهيلث خاصة انه اذا انت تستثمر على المدى الطويل دائما 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 سووها يعني مثل لا تشوفون هنا عندي مثل هنا اكثر شي 97% 79% لا تركز على مكان الواحد دائما نوعها خاصة اذا انت مستثمر على المدى الطويل اخذ لك مثل قسم هذا البروفوليو مثلا تقول هنا اخلي 5% هنا اخلي 5% هنا اخلي 3% اثنين بالمية على مود كل شي يصير عندك موازن اذا تحب خاصة يستثمر على المدى الطويل هذا بالنسبة للشخص اذا ضغطنا هس روح ندخل على المانيو المانيو بها راح تطيلنا تفاصيل اذا انت مسوي جولد راح يبين عندك جولد اذا انت جولد منبر وهنا راح يطيل بالمانيو تفاصيل اللي هي اربعة يطيل الانفستينج مالتنا اذا نضغط عليها راح يراوي نا هذه الطريقة بالانفستينج البروفوليو والباليو مالتنا يقول مثل عدك ٢٢٩٩٤ و ٢٠٤ وهذا يتغير اذا الماركت نزل وصعد بهذه الدائرة يطيل التفاصيل مال هاي ٢٢٢٥٥٥٥٥٠ شون يطيل هاي التفاصيل الاخضر هنان يطيل نيا بانها بالاسهم مالتنا هاي الفلوس مالتنا بالاسهم هنان يطيل هاي الابشنات هاي العملة مثل ما شوفون هنان بالكريبتو الحساب الباقي عندنا بالفلوس الكاش اللي نقدر نستخدمها اللي باقية ما مشترين بها ١١٢٥٥٠ هنان ينطي ك الهيالث مالت الحساب مالتك هنان هنان اخوان كل ما هتحول فلوس اكثر كل ما يسمح لنا بالديبازة يعني هسه انا مسموح لأسوي ديبازة ١٠٠٠٠ بالاسبوع اكو ناس مثل مسموح لديبازة ١٠٠٠ دولار بالاسبوع اكو ناس ٥٠٠٠ دولار حسب الحساب وحسب قوة الحساب اخوان فمثل ما شوفون هنان هذا الديبازة من حقي احاول ١٠٠٠ اسبوعية وهنان ينطي النا ١٠٠ اللي مثل انا سحول ١١٠٠ رئيسا رح تنزل ١٠٠٠ وتبقى ١٠٠ تتأخر ١٠٠ بعد ١٠٠٠ هذي معناها هذي بالنسبة للديبازة اذا تريد تحول الديبازة هنان بتقدر توط عليها النفس هذه الكلمة مثل ما دخلناها قبل شوية وتقدر تحول فلوس من حساب البنقي الى رابنهود هذي المنطقة اخوان اذا تشتري مثل كل اسبوع اسهم او مثل مثل بابل حبيت انا سوي جدول وكل اسبوع انا تزل بها فلوس انا انت تقدر تضغط عليها و تسوي مثل عجبك مثل قلت انا رد اشتري من ابل من دخلنا هنا رح يسألنا مثل تريده مثل كل يوم او تريد كل اسبوع او تريد كل اسبوع او تريد بالشهر مرة اللي هو يوم خمسة يصادف مثل تختار وتقول مثل يظل يحول لك يسوي لك ال هو يشتري لك فانا ما نصح بها اخوان هاي المنطقة لا تسوي ها ابد يعني ما نصح بها اذا انت متمكن هاي تختلف السالفة هاي بالنسبة لها المنطقة هنان الدفيدنت مالتنا هنان الاخوان المنفع عليه شنو هذا الدفيدنت هنان اكيد اكو ناس هذا طال لعدهم انا مسوي لها انا انا الدفيدنت اخوان بدل ما تجيك مثل ارباح من الاسم اللي انت مشتريها اذا تحب هذه الارباح تتحول للسهم دايراكت السهم المشتري فتفعلها هذه المنطقة شنو نفعلها نضغط على مثل ما تشوفون هنا مثل انا تارك ها ما نفعلها فرح تجيلي الارباح على شكل مثل بالسنتات هي مثل كل شركة تطي 30 سنت من الارباح هكو شركات تطي 40 سنت حسب الشركة اللي انت مشترك بها اذا ما تحب تكون حصة من السهم بهذه السنتات تقدر تسويها سنتات عادية فلوس كاش تنزل بحسابك اذا تريد هلا تروح دايراكت للسهم هذه الارباح هسا ان شاء الله ندخل عليها ونشوفها اتفعل هاية وشكو عندك اسهم هنا رح تبين انت تقول مالله انا مشتري من هذا السهم اذا منطي ارباح بهاي الارباح بدل ما تاخذها كاش بحسابك تخلي الارباح نفسها تدخل لهذا السهم مثلا انت مشتري سهم واحد رح يصير سهم و 10 هسا رح نشوف هم ان شاء الله وحتى تعرف التفاصيل اللي احجي عليها قلنا هاي عن طريق هادي نقدر نفعلها حتى تكون سهلة هذا بالنسبة لل اهن اذا تسوي رح يسوي لك الحساب ويسد لك الابشن بس احنا نستخدم الابشن هذا بالنسبة لاخوان ما نفعل الابشن يقدر يفعل لها اذا ما طلعت لك رح تطلع لك سوي لها ترين اون وسوي لها اون يطينا الابشن هذي الصفر يطينا دايت شريد لمت مالتنا احنا نشوف دائما عندنا اربع مربعات الرابعة ابد ابد لا تستخدم ها اذا اشتريت مرة ومرتين اذا اليوم اشتريت وبعد سوينا احنا شرح على ديت شريد اخوان ما ريد ادخل وهنا بتفاصيل حتى لا يصير فيديو مالتنا اذا اشترينا مثل ابل اليوم وبعنا ها نفس اليوم هذي رح ينمي المربع يصير واحد علينا رح يبقى ادنا بس اثنيا واذا اشترينا مرة ثانية نفس اليوم هم رح وبعنا هم رح يصير هاي خضرة وعدنا تبقى محاولة واحدة بهذا الاسبوع اذا سوينا ثلاث مرات خلال خمس ايام انصحكم يشوفون الفيديوهات موجودة عن ديت ريد هذي رح يصير بعد ما رح تقدر ترجع حسابك للمارجن اكاونت فما انصح بي اخوان اذا تضارب بال قوانين تختلف كل عملية تبيع وشرة طول يومين ثلاثة يلا ترجع الفلوس بحسابك مو مثل المارجن فدائما انصح الاخوان استخدم ثلاثة خلصة ثلاثة انتظر خمس ايام على ما تنفتح مثل سويت هاي العملية اليوم انتظر عليها خمس ايام سويت هاي العملية بعد يومين هم تنتظر عليها خمس ايام او تروح تفتح حساب ثاني مثل ما شفت انا فاتح ويا ويبل واسوي ثلاثة هنا وثلاثة هناك فتكون جدا سهلة هذا بالنسبة لل داي تريد اخوان المارجن انفتسمنت اخوان هذا اذا ما مسوي لها تقدر سوي لها ايبل تقدر سوي لها اذا فعناها راح يطين رابنهود فلوس اذا نحب نستخدمها بس انا هنا مثل ما شوف مارجن انفتسمنت رابنهود غول لان فاتح الگولد هو خمس دولارات بالشهر وكاتب هنا المارجن يوز اذا القائمة المارجن كل شهر مثل يوم 22 بشهر الثاني ادفع 5 دولارات العضوية الذهبية تقدر تلغي العضوية الذهبية اش وقت ما يعجبك هنا الانترست فيه اخوان اللي هو اذا استخدمنا هاي الفلوس ما رابنهود رابنهود يطين فلوس اذا استخدمناها قبل كانت قبل 4-5 شهر كان الانترست 5% هس رابنهود نزلها سواها 2.5% يبقى حسابك ضعيف وما عندك فلوس فلوسك قليلة ما انصحك اخوان تستخدم الفلوس رابنهود فهذه بالنسبة اخوان مثل ما اشوفوا هذا بالنسبة الاكاونت تفاصيل الاكاونت اذا نرجع هس وندخل على اللي هو شون نحول الفلوس اللي ريدي حول فلوس رابنهود يضغط ترانسفر تو رابنهود مثل ما شفنا الطريقة بالبداية نانا بستضغط عليها وتحول الفلوس رابنهود اما الثانية ترانسفر تو يور بانك اخوان اذا تتحول الفلوس للبانك مثل اليوم انا عندي اسهم باعتهم مثل مشتريهم ب1000 دولار باعتهم ب2000 دولار فما اقدر اليوم احولها نفس اليوم لازم انتظر خمسة ايام على تحويلهم لازم خمسة ايام اخوان على مود رابنهود يسد الصفقة ويالشركات اللي انت مشتري من عندها فتاخذ العملية خمسة ايام فهنان اذا ضخمنا بعد خمسة ايام راح نشوف شنو عندنا فلوس راح تبين هنان الفلوس الافيلبل هذول الفلوس مثل ما عجبني اشتري بيهم اسهم اروح احولهم اقدر اكتب هذا الرقم اهنان مثل محتاج منهم خمسمائة دولار اقل احولهم الحساب ماتي على الباينج فهذه جدا عملية سهلة لاخوة ليس لشوان يحول الفلوس اهن طبعا ما انصح اذا عندك حسابك قوي وتريد تحول تسوي ستاب يعني كل اسبوع مثل رابنهود يسحب من الباينج ماتك خمسين دولار او مئة دولار او الف دولار انت تقدر تسويها هاي الطريقة وتجي لحسابك برابنهود كل اسبوع او مثل او كل شهر او اللي عجبك اهنان هذا اذا سوي ستاب يعني يروح دائما اهنان اذا تسوي جدول مثل مثل تقول كل اسبوعين اردى سوي تحويله مرة واحدة اهنان تلغط عليه وتسوي جدول لما للتحويل لفلوس من حسابك الباينج الروبنهود اذا تتتدفع بطريقة تشيك اخوان اذا عندك مثل تشيكات ما عندك فيزا كار تقدر ترسل تشيك الروبنهود احتياد رح ياخذ خمسة ايام ويصير وهنان اخر عمليات اللي انت محولها يطيك التفاصيل مالتها مثل ما شوفوها قدامكم وتقدر تسوي شو مور يطينا التفاصيل هذا بالنسبة الترانسفر اخوان بالنسبة للستيتمنت الهيستري اخوان اهنان اذا ضغطنا على الهيستري رح نقل شو اول رح يطينا الهيستري اذا تريد تشوف بس الترانسفر اللي محول هالفلوس رح يطينا بس الفلوس وهنان يطينا الوردرات اللي احنا مشتريينها وهنان الانترست اللي هما منطين اياه مثل ما شوفون تضغط عليه وتشوف شنو هذا الانترست من ين جاي لك هذا المانثلي انترست بايمنت هما ينطو رابنهود تقدر تشوف هاي القائمة هنا بايع او مشتري هنا ينطيك التفاصيل هذا بالنسبة للهيستري اخوان هنا الستينج شباب هنا تقدر تسوي الكاش مانجمنت متك تقدر تسوي للاك اذا عندك فيزا كارت او دبيت كارت من عندهم تقدر تسوي للاك مثل من نانا للبروتكشن متك هنا الالوكيشن اذا عندك الدبيت كارت مرابنهود تقدر تسوي لها اهم لاك هنا على موض الحماية متك وهنا المارجن سبندي اللي هو انا فعله وتقدر تسوي تشينج بين اذا الرقم السري متك تغير هنا من هذه المنطقة وهذا الاكاونت وراوت النمبر تقدر تسوي للاك تقدر تقفلة وتكنسل عادي جدا طبيعي اخوان فهذا بالنسبة للكاش مانجمنت اما الاكاونت افرميشن اخوان اذا نضغط عليها رح ينطينا تفاصيل دقيقة عن اسمنا واخر معلوماتنا الدقيقة اللي موجودة بس انا ما رح افتاح اخوان لان معلوماتي الخاصة وهذا رابنهود اخوان اذا تيدفع للغول مثل ما شفون اون اذا ما مشتغل عندك وتحب تستخدم مدة شهر عندك شهر مجاني تقدر تسوي لها ترين اون مثل ما شفون هنا انا نعم سوي لها اون وتقدر المارجن اذا تريد الفلوس من رابنهود راح يطينا فلوس من عند اذا حساب اكثر من الفين دولار راح يطينا مثل هو من عند هم الفين او الف حسب يعتمد على الحساب مات اخوان اللي هو هذا قلنا المت اللي اح مسموح لي احول به وهذا يطينا مثل شو وقت راح يشرج ال خمس دولار اللي هي يوم 22 اثنين وهذا مستخدم انا فلوس رابن هود اللي قلنا يطينا مثل الف او 2000 او 5000 راح يطينا هنا الانترست مالتها اذا ما رجعناها قبل شهر وهنا تقدر تسوي داون داون غريد اخوان فروم غولد تقدر تضغط عليها وتلغي غولد مثل ما شوف هنا انا بعد ني 16 عندي 16 يوم باقية اذا سويت لها داون غريد راح يبقى حسابي غولد بهاي 16 يوم على ما بعد ما راح يشرجوني هذا بالنسبة اخوان الربن هود غولد اخوان هذي قسم التنبيهات اذا نضغط عليها اي تغييرات هنا تجي تنبيهات على موض الامان لا اكثر ولا اقل فترك دائما اكثر الاميل هنان الرسائل اللي قلنا تجي بالحساب دائما نترك كلهم اون نترك اون ما نطفي هم ما ننسوي لهم اوف نخلي اون فهذا قلنا باخوان بالنسبة للتنبيهات نترك ها مثل ما هي ما نجيس بها اي شي ما نغير بالعدادات التنبيهات نترك مثل ما هي اذا نضغط عليها من الاجهزة دخلت عليها على مد السيفتي والامان اليك لا اكثر ولا اقل فهذي بالنسبة اللي داخل من عد هنان من تدخل على البصمة تقدر او بأي جوال هنان نشغلها حتى يكون وهن اذا تسوي اذا تحب شغله انا مشغله صراحة بس البصمة هنان فقط بس البصمة هنان اذا يسوي pin code تقدر تشغلها ويسئل لك اذا تحب تحط pin code ما تك اربع ارقام حتى تفتح حسابك وتدخل عليه اما بالنسبة لل lock time الشاشة الرئيسية تحب نقف الاول ما سد الاب نضغط على او تريد ها مثل افتر خمسة سكين او او خمس دقائق اللي انا مثل اول ما تسد الاب هو يقف اللي يطب البصمة او يطلب الرقم السري فهذا بالنسبة اخوان لل security وهذا التوفيس فاكتر تقدر تسوي الان انابل مثل تريد يدز لك اسمس على مود الشغلة security للامان طبعا دايما نحليها مثل ما هي مشتغلة اما اخوان هنا ينطي لنا شوان اذا نحب نغير نشوف هنا الخطوط تقدر تغير الثم هنا اذا تريد ها بال market hours تقدر تلغط عليها مثل تريد ها light او تريد ها dark مثل شوف هنا هذا بقت الماركت من تم فتح الماركت او تريد ها مثل light مثل ما شوف هنا نصير عندنا نقدر نغير بها اللي يعجب نا بال ثم وهنا هنا طبعا هو يطين مثل هو البياس for ready green احنا دائما هم نشغل ها نخلي ها ready green فهذه بالنسبة للثم مثل ما دخلنا لها قبل شوية من الملف الشخصي هذا بالنسبة لل setting اللي وصل نا له هنا اذا تريد مساعدة من robinhood هذا help center مالتهم هذا اذا احتاجت مساعدة و support من robinhood كل ما هنالك تدخل هنا وتكتب اللي تريد انت مثل او تقرأ المقالات اللي كاتبها هذا بالنسبة للمساعدة هنا ينطينا account number مثل ما شفونا انا مضللة هذا الحساب مات تك الشخصي ويا رابنون هذا بالنسبة اخوان للمنيو اللي هنا دخلنا لها وعرفنا التفاصيل هس نروح ندخل ونشوف شلون اذا رجعنا للشاشة الرئيسية مالتنا وتقول عجبني سهم ارد اشتري شون اشتري وشون ابيعة اللي نقول ندخل على idx مثل تقول حبيت اشتري سهم كل ما هنالك تضطع السهم وتقرأ المخطط مالت منطينا الخط البياني مال السهم اخوان دايما انصح الاخوة لا تشتري لازم لازم تعرف من تشتري شوك تدخل وشوك تطلع لازم عندك فت معلومه عن السهم اللي تشتري مثل ما شوفون انا مسوي عملية شراء هذ اليوم الصبح السهم نازل ب4 دولار 89 اخذت اشتريت فحبينا هسه بس للدرس نشوف شون نشتري اه دخلنا على السهم وعرفنا الخط البياني وتقول اردى سوي تضغط على هنا اذا انت نفعل الابشن رح يطلع عندك الابشن هنا يقل لك اذا تشتري او تبيع احنا انا مثلا نقل لها رد نشتري العملية جدا سهلة رح تطلع عندنا هذي الشاشة الرئيسية اخوان من الشاشة الرئيسية رح يقول اسهم هنا انا شير تريد تشتري بالاسهم او احتي تريد تشتري بالدولار فهنا اخوان نختار مثل احنا اكيد رح نختار بالسهم احنا يريد نشتري سهم ما رح نشتري بالدولار اذا نشتري بالدولار يعني رح نجز للسهم والقيمة فنضغط هنا العدد الاسهم رح نشتري خلي نقول واحد مثل اريد اشتري واحد الثاني السعر الماركت اخوان ماركت برايس معناها السعر الحالي مثل ما شوفون السهم سعر الحالي اللي هو باربع دولارات وستة وتسعين سنت تقول لا انردشتري من ينزل تسهم اقل من هاي القيمة شو تسوي تضغط على الشير وتقول له هنا دائما نستخدم وهنا يطيك خط بياني شن مع المنطقة اواردشتري بها المنطقة فتقل لك راح يسئلك هنان هو راح يمطيك سعر السهم الحالي يقل لك سعر السهم الحالي باربع دولارات شفتو تغير وسبعة وتسعين علي مضاربة تقل له انا مثل اريد السعر هذا من يوصل اربع دولارات مثل وتسعين سنت اذا وصل بهذا السعر اشتري لي بدون ما انت تراقب هو يشتري ايا راح ينطيك هنا اختيار يقل لك تريد الحد ما يسد الماركت الساعة بثلاث العصر او تريد الحد الساعة خمسة نختار الساعة خمسة اللي هي بعد الدوام ساعتين عندهم اذا اختار هنا راح ندخل هنا تايم فورس اخوان طبعا هنا لا تقل لك خلال تسعين يوم ننفذ للعملية ننفذ للعملية بهذا اليوم اذا وصل هذا الساعة هنا راح ينطينا النمبر مال شيرز يعني كم ساهم راح نشتري مثل نقل ريد نشتري مثل واحد او مثل تقل عشرة راح ينطينا توتل اذا وصل هذا السعر ل4 دولار 90 سنت راح يشتري لنا بها العملية نسوي ونرفع هذي البردن قل اشتري لنا اذا وصل على على قلنا على السعر اللي نريد احنا مثل قل لها دان وتقول والله رحت شفت الماركت وراقبت السهم وصار عندك مجال انت تراقب وتقول اردلغي هاي العملية اللي سويت كل ما هنا الكوان بتدخل على نفس الشركة على وراح شوف كلمة اكتيفتيز هذي المعناها راح يصير اللي العملية اللي انت سويتها بس بعدها ما متنفذة هنانا ما عجبك تقول هذا والله سمعت اخبار بين السهم راح ينزل اقل تضغط على هذي كلمة وتقل لها بتوقع يعني ينزل اقل من اربع دولارات تسع سنت وتقل لها وتكنسل ها وانتهت السالفة جدا عملية سهلة بس اذا حاط السعر ما تكب اثناء النزول وقرب راح يشتري لك ما راح تقدر تكنسل بس اذا كان بعيد بكم سنت راح تقدر تلغيها وما اكو اي شارج اخوان هاي بالنسبة عملية الشراء تقول انا املك من هاي الشركة وحبيت ابيع تقدر تضغط على البيع سوي سيال راح يسأل مثل ما شوفون هنا عندي 300 سهم يعني موجودات اش قد يقلي يعجبك تبيع مثل قلت عندي 300 سهم احب بيعهم راح يقلي بقيمتهم حاليا اذا باعت بهذا السعر اقل ريفيو وارفع هذي البردة لفوق اخوان اسوي لها up وراح يصير عندنا البيع حاليا بهذا السعر شوفوا كل ما يتحرك راح يبيع لي بهذا السعر هاي بالنسبة بس تقول والله انا ما عجبني ابيع بهذا السعر ب4 96 اريد مني يصعد يلا بيع نضغط على share ونضغط على limit price ونفس العملية اللي اشترينا بيها راح يسألني بالماركت حاليا هو 4 97 مثل ما شوفوا جاي تحرك انت تقول لا انا ما بيع الا ب6 دولارات او بتقول ب5 دولارات ونصف تكتب خمسة point fifty اقل اذا وصل هذا السعر بيعلي اقل continue راح يسألني تريد اثناء الدوام لو بعد الدوام اقل حتى لو وصل بعد الدوام اليوم هنا رحط لنا عدد الاسهم اذا بعتهم راح يصير مجموعهم 1650 اقل بيعلي اذا وصل 5 دولارات وخمسين سنت done اسوا ما باعهم اخوان لان السعر ب4 دولارات 96 فش نسوي انا ما رد ابيعهم على حتى هذا السعر هذا بس للتجرؤ يعني بس حبي اراوي كم شون صير العملية اروح مرة ثانية الاب coming اكتيف الغي العملية مات البيع اصنع فهذه بالنسبة للبيع والشراء اللغة العملية هذا بالنسبة للبيع شون بيع شون نشتري وهذا بالنسبة مثل تقول ارد اشتري مثل حاولت اشتري مثل وانت جديد اول مرة داخل تقول حاولت اشتري مثل من هذه الشركة وشفت الشركة سعرها ب4 دولار 96 تقول اشتري لي بالماركت قلنا هسه هو حاط لك دائما نشوف الماركت حاط لك اثناء الماركت قلنا لنشتري عشرة اشو عندنا هنا الاختيارات اخوان احنا قلنا المت ارد اللي انت تختار المت مات هذا الاختيار لا تستخدمونه هنا اذا تريد انت كل اسبوع مثل تسوي و تذب الفلوس بهذا السهم هنا انا بالنسبة لي ما اصوي الا اذا مثل تقول احب اصوي ابل اما امازون تقدر تسوي هاي الطريقة اه راح يسئلك اش قد هنا انا تريد مثل كل اسبوع راح يسألني من هنا نسحب فهذي انا بالنسبة ابد ما استخدم اذا تريد سوي هذي ما نستخدم اكثر شي نستخدم المت order فهذه التفاصيل احنا ما راح ندخل بها طويلة واحنا كلها مسوي لها شرح موجودين على القناة السهم نجي بعد الشغلة المهمة الاسهم مثل مشتريها وتتعرف تفاصيل عنها مثل ما شوفون هذا اي دي اكس مثل مشتري اليوم مشتريته راح يطيني هنا لشقد الماتي راح يقل لي انت مشتري تلف مية سهم الماركت فاليو اللي قيمتهم الحاليا هي ب 1491 اذا بعتهم انا عندي تلف مية سهم طبعا انا دايما انصح الديسكتاب ينطين الكوست فاليو والماركت فاليو هذا الحلو هنا ما راح تشوف لان ما راح يطين راح ينطين بس الماركت قيمتهم هنا ينطيني على كل سهم يشقد مشتري اللي كلفني السهم مثل ما شوفون الماركت هس ب 4 98 أنا مكلفني ب 4 89 هذا بالنسبة للسهم اللي أنا مشتري اليوم توداي ريتيرن ادنى وتوتال ريتيرن اخوان تميز بها دايما توداي ريتيرن لان اليوم مشتري هذا السهم فراجع لي الحد الان 24 و 51 سنت مثل ما شوف يتغير التوتال ريتيرن نفس الشي يعني هذا بس لليوم داخل لك اليوم هذا المجموع اذا هذا السهم نقص راح ينقص هاي الفلوس هذا بالنسبة يتغير يوميا وهذا هم يتغير يوميا اهنان مثل اذا عندك نقص خلونا ندخل على سهم بنقص اه عدي نيكولا بها نقص خلي نشوف اليوم شوفون انا تقريب اه عدي بخسارة تقريب 1640 اه تدير اليوم نقص يعني لان السهم ما صعد كان صعد ورجع نزل المرة ثانية فقل اليوم 111 نقص من السهم هذا من المجموع اللي انا مشتريهم مثل ما شوفون هنا 180 فهنا يصير عندنا نقص ما اليوم بس اليوم اليوم السهم ما بنشاط وما جاب اي فلوس وخسرنا بعد 120 فالتوتل صار كل الخسارة لانا السهم نازل فصار كل الخسارة 1664 معنى مو خسارة انت بس من يرجع يصعد تقدر تبيعه فهذا بالنسبة للتوتال رتيرن وتدي رتيرن فاخوان هذي اللي هسه حبيت قطيكم عنها بس لا اكثر ولا اقل حتى لا يكون الفيديو ممل وطويل هذي بالنسبة للأسهم ونشون نشتري الأسهم تشتري عملة ايضا العملة سهلة اخوان كل ما هونالك مثل تروح تروح على السيرت وتكتب كريبتو او تضغط على الكريبتو اللي هي العملة تشوفوها هنا قدامكم راح تطلع هذي انا قلت لكم مشتري بيها الفقط وهذه العملة الغالية هذا البيتكوين هذا البيتكوين يشوفون سعره 37000 فما فوق حبيت تستثمر بالبيتكوين تضغط عليه ويشوف هنا البيتكوين عجبك مثل نزل البيتكوين مثل الهنان بالدب بس اكيد انتا ما راح تشتري ب37 يقول اذا اشتري قليل يعني تضغط على البيتكوين راح يسئلك هنا تشوف اذا نضغط عليها يحول البيتكوين اذا قل لي واحد البيتكوين هس هنا اسوي واحد راح يقل لي قيمة الواحد 37900 فاكيد ما راح اشتري بالواحد فس اضغط على اليو اس دولار واقل لي اشتري لي باليو اس دولار عندي بس انا 200 دولار وراح يقل لي هلقد هذي الاجزاء من البيتكوين راح اشتري ها اسوي ونفس الحالة قلنا ترفع هذي لي فوق وراح يشتري لنا 200 دولار كريبتو مثل ما اشتري يعني بيتش غالي يعني انا اضغرب ديلي فهذي بالنسبة للعملة اخوان تقدر تسويها نفس الشي عندك ارد تقل لي اذا نزل الليمت نفس ما شرح نها قبل شوية راح يسأل نه نانا اقل مثل بس تعرفون لان هذي العملة غالية فما راح تدير تحط الليمت ما عرف والله بصراحة ما مستخدم ها فهذي بالنسبة لبيتكوين اخوان اه نرجع اللي اللي هو الداش كوين اللي هو هذا اللي هسا عليه الضجة مثل ما شوفون انا مشتري تقريب اه راه نانا ما راح نطينا تفاصيل بالقاب لازم نضغط على الديتيالز مو مثل اسهم نضغط على الديتيالز اخوان راح نطينا مالتنا شنو ارباح نا شنو مشتري انا مشتري مثل 96 1993 1993 الواليو مالتهم حاليا بالسوق اذا بيعهم 4445 البروفوليو هنا نطيكي شقد مستفاد هنا الاستفاد 20% هنا الافريج ما كل واحد مكلفني 0.04323 هذي العشار مال هنا مثل الي رتيرن عندي نقص 87 88 حسب حركته بس المجموع اذا ابيعهم هس استفاد المجموع كل من عدهم استفاد 254 دولار فهذه اخوان بالنسبة للعملة فان شاء الله غطينا كل شي هسا اخوان وهذه اللي عندي لكم واذا حبيتوا تستفسرون على اي شي صعب ما عرفتوا كتبوا لي اخوان وان شاء الله ما قصروا ياكم بالنسبة تشوفوها على القناة موجودة بس حبيت اليوم اسويكم هذا الشرح مال الاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته